وفي موضوع آخر وحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة شؤون الاجتماعية فإن نسبة الإضرابات ارتفعت خلال شهر أكتوبر من السنة الحالية بنسبة 71% مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة وفي المقابل سجلت انخفاضا بنسبة 18% مقارنة بشهر أكتوبر من السنة الماضية مؤشرات أثرت جدلا بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة شؤون الاجتماعية حول مدى صحتها أظهرت المؤشرات الصادرة عن وزارة شؤون الاجتماعية بخصوص المناخ الاجتماعي العام تطورا في عدد الإضرابات خلال شهر أكتوبر من هذه السنة ب71% مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة نسبة شكك في صحتها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل